أسألك على اللي حصل مع أحمد يحيا حارس الاتحاد باليومين رأيك في الموقف ده طبعا يعني أنا يعني الموقف صعب جدا إحنا تعرضنا يعني يعني تعرضنا الموقف زي كده بعد 2005 كتير جدا وكانوا بيحملونا إحنا اللعيبة الكبار لدرجة إن إمبراطور الكرة المصرية اللي أنا بقعت يبره إمبراطور الكرة المصرية حازم إمام طبعا يتقل بطل من جمهور الزمالك تخيل حازم إمام اللي كان مجرد إن الكرة في رجليه متاع اتقل بطل بس حازم كان كبير كان وصل 30 سنة أو في الحدود دي يعني أو 31 سنة إنما أحمد اتعرض لموقف صعب جدا وفات الله يرحم أخوه طبعا ربنا يرحمه يسامحه كلنا بنعزيك يا أحمد مع شكل الأداء وشكل النتيجة تقيلة جدا على نادي الاتحاد الاتحادنا دي كبير واسم كبير طلع الجمهور برا شعوره وجات يعني في الولد ده وجات في أحمد مقدرش يستحمل الصدمة مقدرش يستحمل الموقف أنا واخد عارف إيه يعني شمتين جدين قوي على دماغي في وقت واحد خصارة كبيرة جدا خمسة وفي نفس الوقت أخوية قابلها بتلات أربع تيام متوفي فالموضوع كان صعب جدا عليه كلنا بنساندوم كلنا وقفين جامعة أنا أعمل ليه بسألتك السؤال ده يا كابتن طريق في حاجة كده إحنا بقصن الله وكنت بأتكلم عنها في المقدمة من شوية إنه إحنا بقينا نلغي الإنسانيات بقينا نلغي أنا بأتكلم على كل قليلة يعني فكرة الاحترام العادي يعني بس أنا بقولك إيه احترم الكابتن طريق السيد أنا كده مش بقولك مش بكبلك تحترمه عشان يعني لازل تحب الكابتن طريق السيد بس تحترمه اللي احترام اللي هو الإنسانيات العادية حرارك تحترمني أنا أحترمك نتعامل مع بعض بإنسانية الكرة بقى إيه بدأت تلغي عندنا شوية أمور كده عند بعض الناس اللي هو إيه لا لا أنا أتعامل معك إن أنت جماد أنا هشتمك وهكسر فيك وهخش في زمتك وهخش في إنسانيتك وهخش في زمتك الشخصية ومش هيفري معايا وهتعامل معاك إن أنت شخص جماد مش حقيقي ما هو ده ده يعني أنا حايز أقول كلمة يعني شوية قيلة تربية تغيير أجيال الجيل اللي طالع اللي هم بيعتبروا جيل صغير شوية طلعوا على حاجات مش كويسة طلعوا على صورة على مش عارف إيه يقولوا عليها صورة مش صورة طبعا بتاعة 2011 دي خالص وحاجات مش عايزين يتكلم فيها طلعوا على أمراض وعلى كرون على 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 تغيير ثقافة على تيك توك على سوشيال ميديا على مش عارف حاجات كده غريبة ما كناش إحنا ترمبين عليها بس هقول لك حاجة بالعكس هتلاقي مثلا بعد اللي حصل مع أحمد يحيا ده هتلاقي الناس هاجت وصورة عارمة إزاي يا جماعة تعملوا كده مع أحمد يحيا والناس كتيرا تعطفت معاي ما برضو عشان ما نجمعش فكرة إنه الناس سلوك هتغير لا في ناس ترفض هذا الفعل يعني ما حدش قال لك مثلا إيه لا لا مغلوب خمسة إحنا ماننا إحنا شقيقوا متوفي أو لا مطبيع له الجمهوري يهجموا إنتوا هتقولوا إيه وبتاله لا كل الناس قالت لا كده التصرف مش صحيح من القلة القليلة من جميل الاتحاد اللي هي دايما جميل محترمة بشكل عام حقيقا فبرضو في كده وفي كده لا ما نقولش منعممش في كلامنا صح كده يعني لا 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 منعممش في كلامنا بس هي بقت ثقافة يعني مثلا مجرد إن انت تقول رأيك على سوشيل ميديا ده جيلة سوشيل ميديا مجرد إن انت تقول رأيك ما عجبكش رأيي ما عجبكش بتطلع يا عم انت كذا انت مش عارف ايه انت بطلع اتكلم مثلا ان انا في اي حتة في لايف عندي على الصفحة مش عارف ايه في ناس ما بيعجبهش الكلام يعني يعني بحقك نعم بس مش تشتم لا هو دي بقى المشكلة يعني ايه تلاقي مثلا قلة قليلة فعلا زي ما انت بتقول لسانها شوية مش يا ابني ايه يا باشي لأنا قلتك رأيي في الكورة يعني يعني بقى تقول لي مثلا لأ رأيك ده مش عاجبني يا كابتن طارق انا شايف ان وجدت نظرك ده مش صحيح حقك تماما حتى لو انا طارق السيد النجم الكبير وانت شخص يعني ملاقبتش او ملاقش تاريخ في الكورة انت كمان مفروض تحترم رأيي وعشان ايه كورة يعني مثلا وحد يقول لي يعني غريب جدا يقول لي هو انت بتكره الاهلي ليه اه وانتقول له هو انا عشان بشجع الزمالك يبقى بكره الاهلي على فكرة على فكرة مش ضروري انا عايز في رئيتي تكسب وبطالب ان في رئيتي تكسب صح وبقول يا رب في رئيتي تكسب مضبوط بسمعناها ان انا بكره الاهلي بكره الاهلي صح دي منافسة بس هل انت بتحب ان الزمالك يكسب لو انت اهليه طبعا لا فعرضت عليه يعني بيشوف ايه انا مرته وصلت له الموضوع بشيء مع ان هو اصلا الكلام بتاعه فيه هجوم حاد جدا 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 علي انها في الاو في الاخر فيه يعني طبعا احمد يحي تعرض لموقف صعب جدا كل الناس استقيت له كل الناس ويمكن على فكرة في حد داني تعليق حلو او في الحتة دي يعني تعليق حلو قال لي ايه قالك اخو توفى في فترة تعرفات يعني في الفترة فترة يعني فيها اجواء روحانية عالية جدا فممكن يكون الموقف ده حصل عشان مصر كلها تدعي لاخو ان بالرحمة وتترحم عليه والولد ده في حاجة لله اللي توفى ده اخوه ده فايه انا خدتها بالحتة الايجابية من الكلام ده يعني برضو حسيت ان 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 الاتكلم بالاسلوب ده راح في سكة ان ان فيها روحانيات شوية وحاجة الله يرحمه يسامحه يا رب وكلنا مسندين لحظة ان شاء الله يا رب